السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة الكرام إلا بيالي ريكمprendر طبعا نستعنف مع لديبي دانجون باشور لديبي دانجون باشور إذن وصلنا إلى هذه الفقرة تجربة 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 mä فığı جراعا يعطي ب من فج perhaps جال عطisti من فجира ما هي ف fezه فتى ما الان spot في محيان جاءً وفقا كتب ما هي جلاعا يعطي ب من فج بذرة ارج знает ما الان يش Produtype من فجال يقرضي look at the verb اذا نتكلم عن الصوت البروي كما نقول الضاجيش الذي يفعل الماء الذي يفعله الماء مقصود عندما تكون هناك موجات صغيرة عندما تكون هناك موجات صغيرة انه يسمى صوت الماء هذا الصوت يسمى وعندما تكون هناك مروع الى مرات أو عندما ندوع الى الماء يفعل ones يسبق فcherان PIB وهذا يبعا ، هذا يسمى كذب ممترجمة هذه guys لما نزل رجل Khôngمترجم حرك لما سي ل�� بوصن أو كما قلنا سي لا تخويت سي لاتخويت إذن جوتيري جوتيري انك لا بطة تقليلو عندما هو جرا عندما هو جداب سماري تريد انك لا بطة تقليلو إذن سومي عالصاوت لما اكيد انفس المرا هناك سماكة. إذا ظهر له طبعا الليكلاغ المقصود به هو البرق. نتكلم حين عن البرق للطنار. يعني البرق للطنار الرعد. نتكلم حين عن البرق للطنار الرعد. على ربق للطنار الرعد. ربق للطنار الرعد. هناك سماك. هناك سماك. هناك سماك. نتكلم عن طرف الخيط. نهاية الخيط. هذا الخيط في نهايته ما تظهر له؟ في نهاية الخيط بدأ له باريق. باريق ضوئين. هذا الباريق طبعا هو من السماكة. نتكلم عن طرف الخيط بدأ له باريق ضوئين. هذا الباريق طبعا هو من السماك. في نهاية الخيطية كانت تظهر. باريق ضوئين. لتنسيل المقصود به الشرر. إذن إتنسيل لتنسيل المقصود به الشرر. كما عندنا هناك. لتنسيل. لتنسيل. إذن نتكلم عن شررات. لتنسيل المقصود به الشرر. إذن هنا. إتنسلون إتنسلون كما نقول مشرارة يعني أن تبعد شرارة إذن المقصود بيونا بريون أنها لامعة سي بريون أنها جدو لامعة كون ديغي إلى درجة أننا نقول كيلون جايي ديز إتنسل إلى درجة أننا نقول كيلون جايي أنه ينباجي سمينة طبعا هنا نقول جايير نعدنا لذارب جايير ممكن أن الماء مثلا ينباعت من تقب إذن نقول لوجايي لوجايي نقول بأن الماء ينباجيس مثلا أو أنه ينباعت إذن نتكلم على لذارب جايير يعني ينباجس أو ينباعت إذن هنا كون ديغي كيلون جايي كيلون جايي بأنه ينباعت منه ديز إتنسل بينها شرارات إتنسل وإلا في حالة أنت نقول إتنسل إتنسل إذن نقول هنا بأنها مشرارات كما نقول أنت بعيد منها شرارات ما جايي فري سي فور كمالين أفتسوتي دان لبانش ولكنني أنا جادبتو ولكنني جادبتو سي فور بشكلين قاوي كمالين بحيط أفتسوتي دان لبانش أفتسوتي دان لبانش كمالين أفتسوتي دان لبانش سمك السلمون نوع من سمك السلمون كما ذكرنا أن بقية طبعا نتكلم هنا على يعني تدلة إذن هي يعني المقصود أنها بقيت متدلية بقيت مدلية طبعا هنا نتكلم على لغرب بانشكل بأ هناك فعل آخر اللي هو بانشكل اللي هو باد أيضا ممكن نتكلم أحيانا عن لغرب سيسبوند يعني أنت تعلق شيئا أنت تدلي شيئا أحيانا نقول بأن المحاكمة قد علقت مثلا أو نقول بأن هذا الأمر قد علق يعني المقصود أنه أجل أيضا في اللغة الفرنسية ممكن نتكلم على لغرب سيسبوند أنه يعني علاقة أو أجل شيئا أجل موضوعا إلى وقت لاحق إذن نتكلم على لغرب سيسبوند إذن هناك فرق بين بوند بوند وبين سيسبوند إذن هناك فرق بين أنها تتحرك دون تولي سنس دون تولي سنس طبعا السمكة عندما تجذيبوها في السنرة عندما تجر السمكة في السنرة طبعا يتتحرك في كل تيجات دون تولي سنسيبوها في سنسيبوها في السنرة دون تجربة وصلت لسيبوها في اجلوها في السنرة تجيجاتي جلي گرمبه إذن جلي گرمبه جلي گرمبه طبعا لعرف بغرب جرمبه من أجل بيformة جلي گرمبه أنه يجب كل شيئ Glück كيف يا رد واحد وضلا الإ 맞ع الذي جنسيبوها في السنرة أجل موضوعيا في السمكة وبيبقى التعندر لاتخويت من أجل الوصول إلى هد السمك قال صدك حوشة اي طمبة دون الهرب ثم أنه صدك حوشة عندنا لذوب صدك حوشة كما نقول نفكر إذا المقصود أنها خلصت نفسها لم تبقى لذوب السمكة مربوطة بالخيط المقصود أنها خلصت نفسها من الخيط قال صدك حوشة اي طمبة ثم سقطت عندنا لذوب صدك حوشة عندنا لذوب صدك حوشة وممكن تكلم عن لذوب ديك حوشة ممكن تكلم عن لذوب ديك حوشة يعني أنك أنت تفق الرباط أك حوشة أنك تربط الرباط أنك تربط هذا الرباط إذا نتكلم عن لذوب أك حوشة إل سو ديك حوشة اي طمبة دون الهرب إذا طبعا هي خلصت نفسها ثم سقطت في العجب آه إلي باتي آه إن إنها دهبت إذا طبعا سياد الصغير كان يعتقد بأن سمكة بسقوطها في العجب فقد دهبت آه إلي باتي مكخييج مكخييج أنني صارختو أنني صارختو دان ناغ ناغغي دان ناغ ناغغي يعني بجوين دان ناغ ناغغي كما تلاحظونا لاغ دو كلك طبعا هنا لاغ كما ذكرنا في المسابق ممكن يعني الفضاء ممكن يعني الغاز ممكن يعني الجو إلى غير ذلك أو خطوط طيران إذا نتكلم على العجب ولكن هنا المقصود به الهيئة أو ما يبدو عليه الإنسان من حالة إذا هنا جا لاغ المقصود بأنني كانت عندي حالة المقصود بأن حالتي كيف هي كانت حالته ناغغي يعني كانت حالته حالته حزينة آن ناغ ناغغي إذا نتكلم عن حالة حزينة لاغ دو كلك إذا نتكلم عن حالة شخص كما نقول هنا هواء شخصين أو فضاء شخصين ولكن المقصود به هنا حالة شخصين كي يبيا أنوي كي يبيا أنوي الذي وجده حزين كما نقول كي يدي زولي كي يدي زولي نفس المعنى تقريبا لأنه هو آسفة كلك الشوز آسفة على شيء ما إذا شخص حزين لأنه يأسف على فقدان شيء ما إذا نقول إلا أن ناغغ ناغغي إذا نتكلم عن حالة شخصين كي يبيا أنني سرطة دان ناغغ ناغغي بي جاوين كما نقول حزينة إذا كي يقولنا جاوين 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 يعني كما نقول أنني أبعدت العشب سقطت السمكة وسط العشب إذا ماذا سيفعل الصياد الصغير طبعا سيبعد العشب سيقوم بإبعاد العشب عن بعضه في مكان ما بحتن عن السمكة جاوين كما نقول أنه فرق الأعشاب أنه أبعد الأعشاب إذا يتكلم عن سمكة جميلة كانت هنا كانت في هذا المكان الذي بحت فيه طبعا بين الأعشاب لويزونت 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 تأتي من فعل لوير يعني لامع لويزونت كما نقول لامع سور الفونتر لامع على البطن إذا بطنه كان يلمع كم سيالصاوي ناجي دون الزرب يميد كما لو أن تعرف كما لو أن تعرف تسبح دون الزرب يميد في الأعشاب المبللة أو الأعشاب الرطبة كما لو نقول كم سيالصاوي طبعا هنا عدنا فرصاوغ بصرف لامبارفي كم سيالصاوي كما لو أنه كانت تعريف ناجي تسبح طبعا هي تعرف تسبح ولكن هنا كما لو أنها تعرف تسبح ليس في الماء دون الزرب يميد في الأعشاب المبللة أو في الأعشاب الرطبة أحيانا نتكلم عن ليميديتي يعني الرطوبة حيث يوجد هناك ماء إذا نتكلم عن هوا محمل مثلا بالماء إذا نتكلم في هذه الحالة عن ليميديتي يعني عن الرطوبة إذا هنا كما لو أنه كانت تعريف نعجب دون الزرب يميد تعريف سباحة في الأعشاب الرطبة أو الأعشاب التي فيها ماء المبللة إنهم تستقبل تفهم شيئا بالقبض ألسو قليسة دون ألسو قليسة دون إذا هي تتملص إذا هي تتزحلق دون من الأصابع إذا كانت تهرب من بالأصابع تتزحلق من الأصابع المجلسة ده دواء إذن هي كانت تتزحلق لي المجلسة قلنا لفرب جلسة عندنا فعل تزحلق المجلسة إذن هي كانت تتزحلق لي ده دواء من الأصابع إفي أني نعنبون ثم يفعلت إفي أني نعنبون إذن هي فعلت قفزة كبيرة طبعاً المقصود به القفزة تأتي من فعل بونديغ فعل قفزة كما نقول سوتي يعني قفزة إذن إفي أني نعنبون إفي أني نعنبون ثم يفعلت قفزة ضخمة كما نقول يعني واسعة أو ضخمة جو بوسي جو بوسي آن أو جو بوسي آن أو جو بوسي سي لفع بوسي إني في الدفاع ولكن عادة اللفع بوسي أيضاً يستعمل مع كلمة كري كري يعني صرحة جو بوسي آن كري يعني أنا أطلقت صرحة ولكن هنا صياد صغير مدى أطلق جو بوسي أنا أطلقت آن أو إذن هو قال أو هكذا أطلق هاد العبارة أو لماذا لأن السمكة قفزت بشكل قوي من يدي إذن نتكلم عن أو إذن هي فاجأته بهذه القزة إذن فقال أو إذن هو أطلق هاد أو ثم قال له صاحبه نيغو برن لا يسي نيغو برن لا يسي طبعا نيغو المقصود بها يا أحمق يا أحمق برن لا يسي خذها هنا يعني ضعها هنا برن لا يسي خذها هنا تعال بيع إلى هنا إذن ميسي دور دون لزوي صنغلانت إذن هو وضع أصابعه إذن نتكلم عن أليكسي ما دفع على أليكسي هنا إيل ميسي دور إذن هو وضع أصابعه دون لزوي صنغلانت طبعا كلمة لوي كلمة لوي نقصد بها حاسة السمع عند الإنسان مثلا تسمى لوي ولكن هنا نتكلم عن لزوي إذن كمانا نتكلم عن الأدونين الخاصتين ب السمكة كمانا نتكلم عن أدوني السمكة ولكن هل السمكة أدونين لا السمكة عندها ما يشبه الأدونين كم نلاحظون إذن لزوي 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 دو شاك كمانا نتكلم عن الفتحتين من كل جانب عند رأس السمكة إذن رأس السمكة هو هذا ثم عندها فتحتين على الجانب على الجانبين الخاصتين بالتنفس لكنها تشبه أدوني الإنسان إذن عندما نقول لزوي المقصود بأيضا هد الجوانب هد الفتحتين إذن طبعا هنا لزوي معروف على هذه المنطقة أن تتضمن إحمرارا يكون فيه دم خاص في السمكة كما نقول هنا أدونين داميتين أدونين داميتين يعني أنها فيها دم إذن هو وضع أصابعه في هذه الفتحتين الداميتين التي فيها دم ألبس بي دو ليفر ديج إذن هي بشكل جيد باز باز أنا تزينو أنا تزينو بي دو ليفر دو ليفر أنا تزينو كما نقول وحدة قياس الوزن إذن نتكلم عن لليفر ألبس بي دو ليفر إذن هي تزينو دو ليفر اتنان ليفر كما نقول أوقيتين أو شيء من القبيل ديج قلتونا ماتون أمام 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 كما تلاحظو بي أنو مسرف لإمperatif مسرف الأمر نقصدونا فلندع ما تلاحظو بي أنو أمام 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 وأكثر أمام وحتى وحتى صغيرة وحتى واحدة أخرى صغيرة فلندعونا واحدة سماكة وحتى واحدة صغيرة سغيد من بو ديجا بور اندي بي سغيد من بو طبعا غيد من نتكلم عن شيء بأنه غيد خاشن الملمس إذا لمسته تجده خاشن طبعا كلمة غيد من المقصود بها بعنف إذا نقول عن شيء بأنه غيد يعني أنه خاشن الملمس أو أنه عنيف أو أنه عنيف غيد من كما نقول بعنف هنا طبعا ليس المقصود بها بعنف ولكن كما هو في العامية الفرنسية المقصود بها بوكو بوكو يعني كثير سيبوكوبو إنه جيد بشكل كثير إنه جيد جدا ديجا من قبل هذا أمر مسلم بأنه جيد بوغانديبي بالنسبة لبداية المقصود هنا بأن الأمر واضح بأنها بداية جد موفقة بأنها بداية جد موفقة سيغيد من بو إنه بشكل كبير جيد ديجا من قبل المقصود بأن هذا أمر واضح من قبل بوغانديبي بوغانديبي لبداية جد موفقة المترجم للقناة المترجم للقناة